ما زالت تعنط الإيراني سيد الموقف في ملف تهران النووي ولسيما بعد قضية العثور على أثار يورانيوم في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة الأمر الذي دفع القوى الغربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاتحاد ضد إيران مجلس محافظية الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة أصدر في الشماع الفصي الأخير في حزيران قرارا يبدي فيه قلقه العميق من الاسمرار في عدم تفسير وجود آثار لليورانيوم بسبب عدم تعاون إيران بالقدر الكافي ودعى تهران إلى التعامل مع الوكالة بدون تأخير لتعلن على إثر ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم أحراز تقدم أو مشاركة من إيران في ملفها النووي وبدلا من تمرير قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع أعدت الدول الأربع التي تقف وراء قرار حزيران وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أعدت بيانا مشتركا تؤكد فيه من جديد دعم ذلك القرار أملا في أن توقع عليها العديد من الدول الأخرى القرار دعوا بشكل مباشر إيران إلى العمل فورا على الوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض مدير عامل وكالة الدولية للطاقة الذرية بدون تأخير والخاص بزيادة مشاركة إيران لتوضيح كافة قضايا الضمانات العالقة وحلها في إشارة إلى التحقيق الذي قامت به الوكالة على مدى سنوات إيران من جهتها رفضت القرار وردت عليه بإطفاء 27 كاميرة مراقبة موضوع في منشآتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وفي تعبير عن إحباطها ذكرت القوى الأوروبية الثلاث في وقت سابق أن ذلك هدد المحادثات لإحياء الاتفاق الذي يقيد الانشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية لتتحول بذلك قضية المواقع الثلاثة إلى عقبة أمام الاتفاق بالمفاوضات النووية الحالية الرامية إلى أحياء الاتفاق النووي تصر إيران على ضرورة إغلاق تحقيقات الوكالة بشأن هذه المواقع لكن الوكالة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أكدت رفضها إغلاق هذا الملف سياسيا ترجمة نانسي قنقر